أما في مباراة الأهلي والاتحاد الأهلي النهاردة هدف رائع جداً للويس ميكي سوني اللي بيرجع تاني لتشكيلة النادي الأهلي الأسية في ديئة 35 شوفوا بقى الهدف شوفوا بقى جمالي الهدف اللي جابه ميكي سوني هدف حلو قوي هدف مميز جداً هدف رائع جداً هدف من الأهداف اللي تحب تشوفها في الدوري المصري هدف من الأهداف الرائعة في الدوري المصري بص الجمال بص الاستقبال بص الحطة يا سلام يا سلام على الجمال غريب برضو ميكي سوني ده بيسجل اهداف رائع جدا ومميز جدا بس دايما مش موجود في تشكيلة الاهل بالمناسبة ميكي سوني هو لعب غريب يعني لعب ممكن يسجل هدف رائع جدا بس يغيب عن باقي المباراة يعني هون نهاردة مقدمش مباراة كبيرة يعني في المجمل يعني بس يسجل هدف هدف رائع وهدف فوز للاهلي هدف من الاهداف الرائع جدا الهدف ده بقى بيتقال عليه ايه الهدف اللي جواه ميكي سوني ده بيتقال عليه ايه فكينا احنا كنا دايما نقول ايه هدف ماركت ليونيل ميسي هدف ماركت كريسونال هدف مارادوني ده بقى هدف ماركت محمد صلاح بيبقى ان محمد صلاح بقى لعب عالمي وبراند كده ينفع يتشبه بين لعبين اللي موجودين في مصر فالهدف اللي جواه ميكي سوني ده هدف من اهدف محمد صلاح الأهداف الحلوة بتاعت محمد صلاح الأهداف اللي بتبقى الأرض ودية اللفة الحلوة دي من الأهداف العظيمة اللي بتتسجل وبتحب بتشوفها بالمناسبة الأهلي عجبني فكرة إنه بيعرف يكسب حتى لو مش راضي عن المستوى يعني مش راضي عن الأداء حيث إن في حاجة مش متزبطة ومش متربطة في الأهلي بس بيعرف يكسب وده النادي الكبير أنا حتريه من النادي اللي يعرف يكسب في كل الأحوال وإنت حلو جدا تكسب لازم وإنت ما ينفعش تبقى حلوة قوي وما تكسبش تبقى في مشكلة برضو وإنت برضو مش حلوة قوي تقدر تكسب وتسجل وتاخد ثلاث نقاط من فريق محترم جدا زي الاتحاد اللي بالمناسبة اللي بالمناسبة مع الكابتن عماد النحاس أنا شبه متأكد إنه هيعمل شغل فني محترم جدا بس مهم جدا الصبر على الكابتن عماد النحاس من جميع الاتحاد اسكندري عشان هو في النهاية بيستلم فريق كان بقاله فترة بيتدرب مع مدرب آخر مدرب كبير أيضا هو الكابتن حسام حسن فقبل ما يحط أفكاره وخطته وطريقته محتاج شوية وقت فلازم الصبر عليه عشان هو مدرب كبير مع نادي محترم وراءة جدا عنده قدارة محترمة جدا بتدعم دايما الفريق بشكل كويس جدا ميزل التحادس سكندري اللي بحترمها جدا يعني كنادي وجماهير وإدارة إنه ما بيتحجيوش أبدا بظروف مالية ولا إدارية ولا مشاكل ولا أزمات طول الوقت الناس شغلة ومحافظة على مستوى معين مش بقول إنه هو الكمة ولا بينزل لقاء محطوط في حتة موزونة بس جميل التحاد دايما تبعى عايزة الفريق يكسب ويحقق نتائج كبيرة جدا اشتركوا في القناة